موسيقى النشرة الرئيسة تأتيكم من الاقتصادية الأولى والبداية بأبرز العنوين الحكومة تتجند لمحاربة المضاربة خلال شهر رمضان مليار دينار أقول تسعمائة مليار دينار ميزانية مخصصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وفي الشأنية الدولية أسعار النفط تنتعيش بعد تخلي الصين عن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وبرينت يلامس ثمانين دونارا للبرميل أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة في المستهل هنأ اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد بون شباب الشركة الناشئة فارم آلة بعد نيلهم المرتبة الثانية عالميا من بين 12 ألف مشارك في مسابقة بالصين وتم تتويج الشركة الجزائرية الناشئة فارم آل بالمركز الثاني عالميا لشركة الناشئة تيك فور جود والتي نظمتها الشركة العالمية هواوية وجاء هذا الفوز بعد عرضهم لحل مبتكر لمشكلة مرض الصدق في القمحة عن طريق استعمال الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة ديرون أقول وفز الفريق الجزائري بمبلغ قدره 15 ألف دولار إلى جانب جائزة أفضل اختيار للجمهور بحصوله على أكثر من عشرة آلاف صوت أصدى رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون خلال ترأوسه لمجلس الوزراء تعليمات هامة لصالح قطاع الموارد المائية بهدف الحفاظ على هذه الثروة الحيوية في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها العالم ورقا في الموضوع للزميل حسام غربي على وقع موجة الجفاف التي تعرفها البلاد رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون وجه خلال ترأوسه لمجلس الوزراء يوم أمس أوامرا لأعضاء الحكومة بوضع مخطط استعجالي يهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء البارح كأنه دقنا نقوص الخطر للجهات المعنية من وزارات ومؤسسات معنية بالموارد المائية أن تأخذ الاحتياطات لمواجهة هذا الجو وهذا الحالة على الجفاف وقلت وتأخر سقوط الأمطار لأن الموارد المائي اليوم صبح موارد له قيمة كبيرة إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال وضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي تفعيل دور شرطة المياه والمراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة كلها إجراءات يراها المتابعون ضرورية في دعم القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد نتكلم عن قطاع الفلاحة والأمن الغذائي لا يمكن أن نتكلم عن هذا الأمن الغذائي بدون أن نتكلم عن الأمن المائي يعني ضرورة جدا لأن قطاع الفلاحة اليوم استهلك 70% من الموارد المائية لذلك اليوم رئيس الجمهورية تكلم على أهمية تحلية مياه البحر على مستوى كل ولايات الساحلية لأن هذا خيار أساسي هي قرارات هامة لصالح قطاع الموارد المائية اتخذها مجلس الوزراء ينتظر تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل القريب نبقى دائما مع توجيهات الرئيس حيث وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء أمس تعليمات صارمة بضرورة مواصلة محاربة المضاربة وكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام مع العمل على توفير كل الظروف الملائمة خلال شهر رمضان القادم تفاصل أكثر مع حسام غربي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسدي تعليمات لعضاء الحكومة خلال ترأصه مجلس الوزراء يوم أمس في سياق التحذير المبكر والشامل لشهر رمضان المعظم لسنة 2023 داعيا الجهاز التنفيذي إلى الضرورة توفير كل الظروف الملائمة خلال هذا الشهر الكريم الرئيس تبون شدد على مواصلة محاربة المضاربة والاستمرار في هذا النسق طوال السنة لكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام وبهدف ضمان وفرة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة أصدرت خلال هذا الاجتماع أوامر جديدة بضرورة تشجيع الفلاحين على البيع المباشر للمواطنين وتخصيص مواقع واماكن ظرفية لنشاطهم من أجل تموين منتظم للأسواق وتكييفها ومراقبتها قصد الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل إجراءات وتعليمات صارمة تسعى الحكومة لتصطيرها خلال شهر الرمضان القادم بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيطة وتفادي سيناريوهات السنوات الماضية وتبعاً لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس خلال مجلس الوزراء القاضية بشروع في التحذيرات المبكرة لشهر رمضان كشفت اليوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن أهم الإجراءات المتخذة تحسباً لهذا الشهر الفضيل تفاصيل أكثر مع مونيرة بن خوشة 114 نقطة بيع للحوم الحمراء والبيضاء ستفتح خلال شهر رمضان المقبل استراد أبقار للتسمين وأخرى للذبحة تسهيل عملية وصول اللحوم من الجنوب إلى المناطق الشمالية بأسعار معقولة ومدروسة كانت هذه أهم التحذيرات التي كشفت عنها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فيما يخص شعبة اللحوم استجابة لأوامر رئيس الجمهورية خلال مجلس الأزراء أمس بالتحذيرات المبكرة لرمضان السنة تركز أزارة الفلاحة والتنمية الريفية على هذه الشعبة خلال شهر رمضان باعتبار أن نسبة استهلاك اللحوم تتراوح بين 45 و50 ألف طن شهرياً خلال الأيام العادية فيما كشفت أحصاءات سابقة أن الكمية ذاتها ترتفع أربع مرات خلال شهر رمضان المعظم أما فيما يتعلق بالمواد الفلاحية النباتية والحيوانية خلال أذات الشهر فقد طمأنت مصالح الوزارة بتوفيرها وبكمية كبيرة كما سيتم تمويل 596 مطحنة بالمادة الأولية مع تخصيص 133 نقطة بيع لهذه المواد مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة موزعة على المستوى الوطني وفي الأخير مهما اجتهدت السلطات الحكومية من أجل توفير مخزون كاف وأسعار مستقرة تبقى ثقافة الاستهلاك الرشيدة واحدة من أهم العوامل التي يمكنها التحكم فعلاً في وفرة المواد الاستهلاكية وفي استقرار أسعارها إلى موضوع آخر رأينا كشف وزير التجارة والصدرات كما رزيق اليوم خلال إشرافه على اليوم الإعلامي حول قانون المالية للسنة الجالية أن ميزانية الدولة المسطرة لهذه السنة والتي يتوقع أن تبلغ 7901.9 مليار دينار أي بزيادة قدرها 4% فيما ستبلغ المدفوعات 13786.8 مليار دينار جزائرية اليوم الدراسي جاء بغية اطلاع المتعاملين الاقتصاديين على الأحكام الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 إلى موضوع آخر أيضاً أين كشف مدير الجباية والمسؤول عن الضريبة بالمديرية العامة للجمارك تفيق ساسي أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل العديد من التسهيلات الجماركية السيامة فيما يخص ملف السيارات نتابه الجديد الذي جاء به قانون المالية لسنة 2023 أنه رغم السيعة المسموح بها قبل أي 1800 سنتيمات مكعب بالنسبة للسيارة بنزين أو 2000 سنتيمات مكعب بالنسبة للسيارة مزوط أي أنه لما يتم لما تكون ساعة أكثر من 1800 أو 2000 يتم دفع الكل لحق والرسوم لكن المشرع رأى أنه في بعض الأحيان مثلا في المناطق الجنوبية المواطنين والمجاهدين مثلا هم في حاجة إلى سيارات تكون ساعتها أكثر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تخصيص ما لا يقل عن 900 مليار دينار لتغطية الزيادات في الأجور من بينها 340 مليار دينار للرفع من أجور الموظفين في الوظيفية العمومية وذلك خلال سنة 2023 هاجر حاشي في هذا التقرير أكثر من 900 مليار دينار خصصتها الدولة لدعم القدرة الشرائية منها 340 مليار دينار خصصت لرفع أجور الموظفين في الوظيفة العمومية خلال السنة الجارية الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل وسيتم احتسابها بأثار رجعي بداية من شهر جنفي الجاري وإجمالا سيستفيد أزيادة من 7 ملايين موظف ومتقال من هذه الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية بالإضافة إلى المستفيدين من منحة البطالة التي سيتم رفعها من 3 ألف دينار إلى 15 ألف دينار وستمس زيادات الجديدة مليونين وثمانمائة ألف موظف بالإضافة إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنين وثلاثين ألف متقاعد فضلا عن مليوني مستفيد من منحة البطالة كشف وزير العد الحافظ الأختام خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة اليوم أن إصدار قانون النقد والقرض قريبا يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظاهرة فتطبيق أحكام مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يتطلب متابعة مسارات حركة الأموال ومكافحة مصادرها غير المشروعة وذلك عن طريق اتخاذ جملة من التدابير منها تعزيز مسعى رقمنة المعاملات النقدية التي تعد من أبرز توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقد مجلس الأمة اليوم جلسة عالنية خصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حيث عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي مشروع القانون تقرير لهدى جمعي خمسة محاور أساسية يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يلزم الخاضعين لزاسي جيتي باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم المخاطر مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الضمار الشامل ومكافحتها تضمن المشروع العقوبات الإدارية المصلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن الغير المالية كالمحاميين والمواثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلائهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة أما بخصوص الجمعيات والمنظمات الغير النفعية فإن المشروع ينص على ضرورة اتخاذ قواعد التصرف الحذر لا سيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظمات أو هياكلة ثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا لامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير ربحية فينص على ضرورة اتخاذها قواعد التصرف الحذر لا سيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدة المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظمات أو هياكل ثبت تورطها من داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية مسار التغيير متواصل في الجزائر الجديدة فالجزائر بكل مؤسسات الدولة واقفة لمحاربة كافة طرق التحايل على القانون دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد اليوم إلى تطوير الفلاحة بولاية المنيعة بما يضمن مساهمتها في ترقية نشاط الصناعات الغذائية بهذه الولاية مستقبلا كما أوضح الوزير خلال زيارة العمل التي شرع فيها إلى الولاية أن المنيعة تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني ولها حضوظ لتحقيق هذه المكانة مقارنة بالولايات الجديدة الأخرى لتوفر عدة عوامل من بينها موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من موارد طبيعية هائلة على غرار المياه الباطنية والأراضي الخصبة إلى جانب تواجد ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية سيشارك أزيد من ستين عارضا في الطبعة الثانية لصالوني الترقية العقارية والبناء العصري والديكور الذي سيبدأ غدا ثلاثاء ليستمر إلى غاية الرابع عشر من شهر جنوبيل الجارية بقصر المعارض الصنوبر البحرية المعرض سيشكل فرصة أكيدة لللقاءات المهنية بين مختلف متعاملي هذا القطاع الحيوية من أجل خلق فرص أو شراكة واستثمارات جديدة لتطويره وعصرنته وفقا لتطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة كما سيتم خلال هذه الطبعة الثانية للصالون عرض نماذج ناجحة حول إنتاج مواد البناء واللمسات العصرية للتجهيز والديكور وكذا الجانب المعماري للبنايات أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إلغاء رحلتي وهران أليكونت وأليكونت وهران المبرمجتين اليوم وغدا ثلاثاء على الساعة السابعة مساء ووفق ما جاء في بيان للشركة فإن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعتذر من زبائنها الكرام ولم يتطرق البيان أيضا إلى أسباب إلغاء الرحلتين إلى الشأنية الدولية الآن أعلنت هيئة قناة السويس اليوم إعادة تعويم سفينة الشحن جلورية المحملة بالذرة والتي كانت قد جنحت في المجرى المائية المصرية وعودة حركة الملاحة لطبيعتها في القناة إلى موضوع آخر الآن إلى موضوع آخر حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد يوم من إعادة فتح الصين الحدود وتدفق المسافرين مما تسبب في رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمية وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بـ 0.7% لتبلغ 79.10 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تيكساس الوسيطة الأمريكي 74.23 دولار للبرميل أي بزيادة 0.6% من أسعار ذهب الأسود إلى الذهب الأصفر واصلت أسعاره الذهب الأصفر مكاسبها وارتفعت إلى ذروة ثمانية أشهر اليوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية للمشترين في الخارج فيما يراهن المستثمرون على اتخاذ مجلس الاحتياط الاتحادي مسارا أقل حدة لرفع الفائدة هذا العام وارتفع الذهب في العقود الفورية بـ 0.7% لتبلغ 1878.06 دولارا للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من ماي الماضي وزادت العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة بـ 0.7% إلى 1881.90 دولارا وفي الختام هذا تذكير بأبرز العنوين الحكومة تتجند لمحاربة المضاربة خلال شهر رمضان 900 مليار دينار ميزانية مخصصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وفي الشأنية الدولية أسعار النفط تنتعش بعد تخلي الصين عن القيود المفروضة بسبب كورونا وبرينت يلامس 80 دولارا للبرميل ختموا النشر أمسيا طيبة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى